مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بانتصارات المهر عالي في رياضة سباق الخيل البحرينية على المستوى العالمي خاصة وأن كأس دارلي روبرت بابرن يتسم بالحماس والندية والمشاركة الكبيرة من قبل العديد من الملاك مثمنا سمو الجهود الكبيرة التي بذلها الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة من أجل إعداد المهر والفارس بصورة متميزة لتحقيق الإنجاز الكبير للبحرين كما أشهد سموه بالكادر الفني والإداري المشرف على المهر والفارس وتمكن المهر عالي ملك الشيخ دعيج بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس إدارة هيئة رعاية شؤون الخيل من تحقيق المركز الأول في كأس دارلي روبرت بابرن الفئة الثانية وسط مشاركة كبيرة من قبل عدد من المهور من مختلف دول العالم في السباق الذي يعتبر من السباقات القوية نظرا المشاركة الواسعة للملاك الذين حارصوا على تقديم أفضل مستوياتهم